نياب عن حكومة الملكة أعتدر دون تحفظ نحن نشعر بالأسف العميق للمحنة التي عانيتما منها ولدورنا فيها كلمات للمدعي العام لبريطاني جيرمي رايت أمام مجلس العمومة أنهت جلسات استمرت لسنوات طالما رفعت دون الوصول إلى نتيجة لم تقتصر تصريحات المسؤول البريطاني على الاعتدار فقط بل اعترف فيها بدور استخبارات بلاده في تسليم بالحاج للنظام السابق وأكد أن المعارضة السابقة للنظام القذافي وزوجته تعرضا لمعاملة مروعة بعلم شركائهم الدوليين بالحاج رد الجميل بمثله وعبر عن امتنانه لما واصفها بالخطوة الشجاعة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي ما ينفي صلته بأي عمل إرهابي والكلام لرئيس حزب الوطن الرجل أكد أيضا أن الاعتذار جاء تتويجا لمطلب عادل وترسيخا لمبدأ الدفاع عن حقوق الإنسان داعيا الحكومة الأمريكية التي وصف مواقفها بالسلبية إلى أخذ العبرة من الخطوة الإيجابية لبريطانيا قصة الرجل تعود إلى العام 2004 حين اختطف بالحاج من قبل السي آي اي بمساعدة مسؤولين بريطانيين وسلما للقذافي خلال العام ذاته وتحديدا في شهر مارس كان بالحاج وزوجته الحامل ينويان مغادرة مطار العاصمة التايلندية قاصدين لندن بغرض طلب اللجوء لكنهم اقتيدا من عناصر أمن إلى أحد السجون السرية الأمريكية بالمطار لم يقف الأمر على الاحتجاز فقط بل مارس القائمون على السجن التعذيب بحق الرجل وزوجته إضافة إلى استجوابه داخل معتقله في عدد من القضايا انتهى الأمر ببلحاج إلى العاصمة طرابلس وسلم لخصومه بطريقة تتنافى كليا مع ما تنص عليه القوانين الدولية والسبب في ذلك بحسب إحدى المراسلات بين مسؤولين بريطانيين قد عثر عليها داخل مقر تابع للقذافي بعد سقوط نظامه عام 2011 مبادرة لتحسين العلاقات بين بريطانيا والنظام السابق النتيجة كانت ست سنوات في سجون القذافي تعرض خلالها المعارض للنظام السابق لأشد أنواع التعذيب قبل أن يفرج عنه عام 2010 وبدأ سنة 2011 مسعى قضائيا ضد وزير الخارجية البريطاني السابق جاكسترو وجهازي المخابرات والداخلية والخارجية البريطانيين وضد رئيس سابق للمخابرات بشأن تورط أجهزة المخابرات البريطانية في تعذيبه وترحيله وزوجته إلى ليبيا بطريقة غير قانونية عام 2004 قضية طلب فيها بالحاج الحكومة البريطانية بالاعتذار وبتعويض قدره جنيه استرليني واحد خطوة أنهت شائعات روج لها خصومه السياسيون وفي مقدمتهم ميليشيات الكرامة وأذرعها الإعلامية باتهامه بقضايا تتعلق بالإرهاب فالمتفحص في السجل التاريخي للحكومات البريطانية المتعاقبة يجد أنها تقدمت بخمسة اعتذارات لأفراد وسياسيين كلها بضغوطات بحسب تقارير صحفية لكن ما حدث مع بالحاج كان اعترافا من لندن بأنها أخطأت حين سلمت معارض القذافي وقرارها بحسب المدعي العام لبريطاني فاشل قرابة ثماني سنوات مرت على القضية المرفوعة من بالحاج لتنتهي جلسة مجلس العموم بإنصاف رئيس حزب الوطن وتقديم اعتذار رسمي دون تحفظ للمعارض السابق لنظام القذافي قضية تدعو أطراف عدة لمراجعة سياساتها في التعامل مع خصومها وتطرح تساؤلات عن أبعادها الدولية وما إذا كانت ستشكل باديرة لكل من تعرض لانتهاكات بعهد النظام السابق لمتابعة قضيته دوليا